السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا جماعة الخير ان شاء الله الجميع فيديو حسب التعليقات اللي وصلتني مشان العفو 7256 ماذا اخي قدم الطلاب في عندنا عاق ما هو العاق لما يقصد المبلغ تمام يا جماعة الخير يا جماعة الخير لما يقصد المبلغ من هنا تقصد المبلغ مثلا بدي حطه 18 شهر تمام انتبه على هاي المعلومة في اقلب الناس ما عم بتعرف تكتب الفراغ هذا اللي عنده اشارة استفهام شوف شلون لازم نكتبها هون لما نحط ردنا تقصيد 18 شهر تمام شوف شلون رح نكتبها شوف يا جماعة الخير شلون شوف يا جماعة الخير كتبنا تقديم الطلب على الاستفادة من 90% من الخصم تبع الفواد المتراكمة من عدا كلمة تقصيد او اي او ما شبه بس اكتب الرغم مثلا بديك سنت الشهر التى انسي كيز تمام يا جماعة الخير بعدين نقصد المبلغ من هنا ننزل إلى تحت نقصد المبلغ من هنا نقصد المبلغ من هنا تمام تمام هنا تم تقديم الطلب يا جماعة الخير لا يمكنه التدخل الناس لا تريد هذه الرسالة تم تقديم الطلب تمام يا جماعة الخير جزاكم الله خير وبرك الله فيكم راح اتركلكم رابط الفيرقي بصندوق الوصف لغناتي على اليوتيوب مرة اضيف معاشي بس اعطيكم الرابط وادخل عليه قدم على اذا عندك مخالفة وعندك تراكم في الفوائد قدم عليه جزاكم الله خير وبرك الله فيكم اخوكم محمد او حمز جبرا ثلاثة الكرام حبيت اسجل هذا الفيديو بشكل سريع بس للنقطة اللي عم بتعك فيها الناس ما عم بتعرفش ايش تكتب عن اشارة الاستفهام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا حاليا عم اقدم لشاب طلب ان شاء الله باذن الله طبعا نسيت اوضح لكم موضوع يا جمع اخر يوم لتقديم الطلب هو 31-2012-2020 بعدها ما رح تستفيد من هذا القانون اغلب الناس خبرت نقاتي او حمزة الدولة لحالة تحسب لا يا اخي بدك تقدم الطلب اذا ما قدم الطلب راحت عليك بده يتراكم يصير رصيد مدور للسنة القادمة احتمال يجعف و احتمال ما يجي لذلك قدم يا اخي مانا خسران عندك مخالفة قدم عندك ضريبة قدم عندك مخالفة قديمة تراكم تقدم يا اخي مانا خسران شي قدم و ان شاء الله باذن الله اذا دفعت الشمدي اول 15 يوم بعد تقديم الطلب يعني بيحتمال 90% يحسبو لك 25% على اجمال المبلغ الموجود تمام اتمنى اي حد عنده سؤال او استفسار يعلق اسفل الكم واي حد امر بهي التجربة اتمنى يعلقنا بتجربته انه يا اخي دفعت اول 15 يوم استفدت من 25% او لا طبعا انت شلون تعرف تروع المالية نصيحة لا تدفع بأي مكان غير المالية لا تدفع عن طريق المحام ولا عن طريق محاسبك ولا 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 عن طريق الوسطة روح مباشرة على موظف المالية واطلب منه انه تدفع عن طريقه وشلون رح يصير التقصيد يعني فيه جدول انت لازم تلتزم بي اذا قصدت المبلغ اذا دفعته شني مباشرة خلال 15 يوم يمكن تستفيد 25% من الحسم حسم على جمال المبلغ تمام جزاكم الله خير مبارك الله فيكم طبعا هذا العفو 7156 على الفواد المتراكمة يعني اذا عندك فواد اذا عندك دين الفيل ليرا وعليه فواد متراكمة 10,000 تاخذ حسم 90% على 10,000 واضح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته